متحمسين قوي النهاردة للمبارايتين يعني أكيد طبعا مبارايتين قويتين والبطولة إن شاء الله تكون على المستوى المنتظر منه شايف إزاي كولر ممكن يتعامل النهاردة مع المباراة وفوجة نظرك إيه التكيك اللي ممكن يلعب به إيه المختلف اللي ممكن نلاقيه النهاردة هو من واقع الميران الأهمي اللي فاتت والفترة اللي فاتت بعد مباراة السوبر الأفريقي اتضح إن كولر ابتدى يشتغل على طرق مختلفة إن هو بيحاول يغير طريقته لإن بدأ يحس إن الطريقة بقى سهل إن هي تتقري جومز في المباراة السوبر الأفريقي كان قاري جدا للطريقة اللي كولر بيعتمد عليها وقدر إن هو يكون سابقه بخطوة في التفكير ويقدر إن هو يتغلب عليه فكولر بدأ يبيغير في الطريقة بتاعته حس شوية إن الفرقة مخترقة دفاعيا فبيفكر إن هو في المباراة الكبيرة من اعتماده أو الطرق اللعبة في الميران إن هو يعتمد على ثلاث مدافعين بيلعب بطريقة 3-5-2 أو 3-4-3 حسب شكل المباراة الطريقة دي تبقى مفيدة بالنسبة له إن هو يقفل عمق الملعب شوية ما يحسش إن الفريق مخترق كمان في المباراة السوبر الأفريقي ما كانش النادي الأهلي قادر يفرض الرتم بتاعه وقدر يفرض سيطرته على نص الملعب اللي كان واحد من أهم المميزات الأهلي مع كولر في الطريقة دي هيبقى الموضوع أسهل شوية في عملية فرض السيطرة على الكرة فكولر واضح إن هو بيغير حاجات كتير في طريقة لعبه علشان تكون مناسبة للفترة الجاية وما تكونش سهلة الإراءة بالنسبة للخصوم شايف إن فيه فرق بالخدرات النادي الأهلي وسيراميكا يعني ولا بتشوف إن المواضيع متساوي لا طبعا فيه فرق لصالح النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي بطل دورة أبطال أفريقيا عنده لعبة من أفضل لعبة على مستوى أفريقيا نادي سيراميكا كليباترا بيقدم أداء كويس في السنين اللي فاتت من فترة صعوده للدوري الممتاز وبيحاول ينافسه بيحاول يكون طرف مهم في معادلة المنافسة سواء في مباريات سيراميكا والأهلي عموما في بطولة الدوري دايما بتبقى صعبة فريق سيراميكا مش من الخصوم السهل الفوز عليها ودايما مع النادي الأهلي بالذات كانت تبقى مبارياته صعبة لكن هم بيحاولوا يقربوا المسافات مؤخرا في الانتقالات الصيفية أنه جابوا عندهم فخر لقاي لعيب جاي من بيرامدز عندهم أكتر من لعيب مميز عندهم أحمد قندوسي لعب الأهلي المعار لعيبة كتير موجودة في فريق سيراميكا كليباترا ممكن تقلل الفارق شوية ولكن يظل برضو النادي الأهلي أفضل على مستوى الأسماء والعناصر طيب مين يبقى في حرص المرمى؟ شبير؟ شبير؟ هو حتى الآن مصطفى شبير ولا يحرص مرمى نادي الأهلي أنه مستوى محمد الشبير في الفترة الأخيرة مهتز وإن كان في بعض الشكوك حول أنه يعتمد على شبير أو الشبير لكن تصرحات محمد الشبير وكلامه مبارح في المؤتمر الصحفي ومحاولة النهاي داري الانفعالي اللي ظهر منه بجزء بسيط بتقول أنه مصطفى شبير ولا يبدأ لما الشبير تسأل مبارح أنا عملية المدورة في حراسة المرمى أنا مش عايز أسمع الكلام في الموضوع ده إحنا كلنا فريق واحد وكلنا بنقف وراء بعض اللي بيلعب بكلنا وراه سواء مصطفى سواء حمز علاء سواء أنا ومش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني فكان واضح أنه في بعض الانفعال وبعض الغضب من أنه هيقض بديل فأنا أعتقد أن النهار ده مصطفى شبير وحرص النهاد الأهلي